أهلاً فيكم حبايبي برج الجدي سنرى ما هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً ستكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عمتم عمل مع برج الجدي ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها أعتقدها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن أنت خذ من الفيديو ومن القراءة الشي اللي بتحس أنه بيفيدك أو بينطبق عليك ما تحاول تخلي قراءة تنطبق عليك لأنه مش رح تكون مناسبة للجميع ولكن ممكن يكون فيه إشي بالفيديو تستفيد منه أو يناسبك رح نبلش بيه طاقتك أول بعدين طاقة الحبيب وخطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم أو شو ممكن يصير بالمستقبل إذا فيه أي شي بيحتاج إلى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية أوكي نبلش بكروت النصيحة لبرج الجديد نبين أنه فيه حدا بيه حياتك حالياً يا برج الجديد عم يطالب بإهتمام أكثر منك دو سمتين فر سمون بدك تبين مشاعرك أكثر له الشخص لأنه عم حسك أو عم شوف أنك منغلق أو منطوي على حالك كثير وممكن عم تتعامل مع الوضع أو مع الشخص يعني بأسلوب صارم أو بأسلوب شديد في أيضا عندك فعم بتحس بخسارة من خسارة علاقة أو عم تحس بخيبة أمل ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بخيبة أمل ممكن من تصرفات هالشخص أو ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم فحاليا كروت النصيحة بدها إياك تعرف إنه إذا في عندك قرار بدك تاخده أو موقف بدك تتبعه هلأ الوقت المناسب إنك تاخد قرار سواء كان لأنك تبين لها الشخص إنك بتحبه أو بدك توضح له معلومة بدك توضح له إشي معين هلأ هو الوقت المناسب إنك تتخذ هالقرار طيب نبلش بيطاقتك أول يا برج الجديد كتير عم شوفك في عندك كتير منطوية على حالك مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك أو بمجالك أو بطاقتك حتى هم شوفك أيضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل أو ومركز كتير على الأمور المادية بيعقلك الباطني ولكن بدك بداية جديدة هم شوف أنت وها الشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالأصح ولكن أنت عم شوفك بدك صدق أكتر بالعلاقة من اللي عم يقدموا هالشخص بتشوف إنه هالشخص أنت ممكن متقلب الرأي أو كتير بيغير رأيه هالشخص وإنت بدك تحكي لهالشخص معلومة أنت كنت مخبيها اعتراف ممكن وبدك هالشخص يكون معك صريح جدا عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك أي مشكلة إنه إذا يعني العلاقة ما نجحت أو إشي مثل هيك ما عندك مشكلة إنه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي أو إنك تكون مش في علاقة يعني هم شوفه الستاندرد تستبعك أو متطلباتك من الشخص القادم الشخص الجديد أو الشخص اللي في حياتك حاليا متطلبات عالية ممكن تكون بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم يحس إنه مهاجم بشأن إشي معين بالعلاقة عم يحس إنه مهاجم عم يحس إنه في مطرح بده يدافع عن حاله أيضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بأفقاره الداخلية يعني ممكن يكون متقلب المزاج متقلب الرأي وعروض الحب اللي عم يقدمها لإلك أو مش متل ما إنت بدك ياها هي عروض فقط صغيرة يعني هي فقط بدايات ممكن يكون بدايات بالحديث ممكن يكون يعني إشي صغير اللي عم يقدمها لإلك وإنت عم يشوفك بدك إشي أكبر من هيك بدك إشي بالأصح ملموس إشي بالفعل تعتمد عليه أو شيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك عم تيجي على حالك يعني عم تاخد قرارات بشأن هالعلاقة فممكن تؤدي إلى زعلك أو عم تشوفك عم تخرب على حالك كتير ممكن بإنك كتير إمتوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة فعم تخرب على حالك سلف سابوتاج ممكن مش عم تحكي لهالشخص عن إنت شو بدك فبينتهي الوضع إلى إنك يعني تكون أنت اللي عم تبدأ وعم تنهي عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة بس مش عم تحكي لأنه عم تشوفك فيه أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالإشي وممكن يكون الشغل ممكن يكون أي إشي آخر ولكن عم شوفك عم تاخد موقف أو بالمستقبل رح تاخد موقف من هالشخص كثير صارم الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجديد ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية ممكن أيضا عم تتعامل مع برج الجوزاء بالأخص برج الجوزاء عاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لأنه هالكرت بيتبع برج الجديد بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف أنه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية أو عم بيحس أنه روحيا مرتبط فيك مش قادر يشيلك من رأسه ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة لأنه عم شوفه رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم كان في هالشخص كان بيحكي كثير الكمنيكيشن بينكم كان كثير عالي ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم شوفه منطوي على حاله أكتر مش عم يحكي بيشوه وبيحس أكتر عم يحاول يستشفي هالشخص لأنه بيحس أنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوان يعني؟ لكن عم شوفك أنت بس للمنفصلين منكم بس انفصلت عن هالشخص عم شوف أنه أنت مركز كثير أو عم تحط مجهودك عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الأخرى بصراحة عم شوفك رجل جدي عم بيحس بيخيبة أمل كثير عالية من تطور العلاقة يعني بيحسوا كأن أنت بتحسوا كأنه مست أورتونيتي أو بتحسوا كأنه كان في بينكم فرصة كثير منيحة ولكن ضاعت منكم ممكن تحس إنه هالشخص ضاع منك أيضاً بدنا نوضح الطاقات أكثر يعني إن جنرال بدنا نوضح هالشخص ليش أول إشي ليش عم يحس إنه مهاجر أو ليش عم يحس إنه دائماً محتاج يدافع عن حاله بالذات بيحتاج إنه يدافع عن حاله بطريقة بيحس إنه بده يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي أو بطريقة الجدال يعني عم شوف فربل أكتر أو حديث أكتر مما هو تصرفات فعلية يعني ممكن بالحكي عم تحسوا كأنه إنه هالشخص كثير منغلق أو كثير دفاعي معك بدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي شو السبب اللي بيخلي صعب التفاهم معه هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم وبتوقع إنه هو عم يحاول يوفق بالعلاقة وبين وضعه المادي أيضاً لأنه صاحب بالين كذب هالكرت فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه وهو مضطر إنه أو عم يحس إنه مضطر إنه ياخد طاقة كينغوف سورد هالملك لحتى عم شوف إنه إذا أنت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله أو تأثر على مجال عمله فهو بيشوف إنه بده يقدم نوع من التضحيات لأنه صعب عم يحاول إنه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي ولكن مش عم تزبط معه صعب عليه كتير فعم شوفه إنه هو قرر في الوقت الحالي أو بطاقته الحالية إنه ياخد وقت مستقطع ممكن لحتى يبني مستقبله أو يبني مادياته طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله ما عم يسمح للعلاقة إنها تتطور خوفا من إنه تأثر على إشياء أخرى بحياته أو أحلام أخرى بحياته هو عم يسعى إلى تحقيقها طيب بدنا نشوف الشخص أيضا بدنا نوضح إنت ليش منغلق أول شي بدنا نوضح إنت ليش منغلق على حالك هون أو بالمستقبل ليش رح تكون لأنه هي طاقة المستقبل ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك إنت ممكن طاقته أصلا الشخص هي بتحكس عليه فبالمستقبل أنت عم تحس بنهاية من نوع ما عم تحس بالتكملة فبعدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشياء اللي عم بتفكر فيها أو ليش عم تحس إنه الوضع ميقوس للنوع عم شوفك أنت بدك علاقة أو بالمستقبل تطمح بعلاقة إنه تكون هارمونيوس أو إنه تكون متناغمة ومتوازنة عم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك إنت أيضا واحد من الأسباب بطاقتك في المستقبل إنه عندك 5 of swords 5 of swords أنت بالمستقبل مش مش تعد تتنازل عن قراراتك يعني أنت شخص عنيد جداً بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك ولو على حساب إنك تخسر ناس بالطريق أو تخسر علاقة أو تخسر حبيب عم شوفك برغم إنك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم إنك بدك بداية جديدة مع هالشخص لأنه العامل المشترك بينكم هون فيه بدايات فإنت بدك بداية ولكن بدايتك فيها حكي فيها صراحة أكتر عم شوف إنه إنت بالمستقبل ما بدك تتنازل عم تبحث عن الشفاء ما بدك تتنازل واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم إنه إنت عم تنظر للأمور من منظور واحد من منظورك إنت بدك الأمور تمشيك مثل ما إنت بتريد وعم تعاند شوي طاقتك فيها شوي عينات لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي إنت بدك ياها أو بدك الشخص يعني بدك ياه يكون مرن أكتر بحيث إنه يمشي مع اللي إنت بدك ياه أو اللي إنت بتتوافق معه طيب بدنا نشوف هالشخص لأنه هو مبين إنه منطوي على حاله بهالفترة ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية عم يفكر فيك هالشخص كتير وعم يفكر فيك أيضا بطريقة جسدية بطريقة شغوفة كتير فبندنا نشوف هالشخص هل رح ياخذ خطوة بتتقدم تجاهك هل بده يحكي معك شو رح يصير بعد فترة السكون هاي فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدموله إليك لأنه في عندك هال الفارس على الخيل أو على الإحصان متجاه إلى مطرح متجاه إلى مطرحتك ورقة تقدم هاي وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية ممكن البداية بينكم تكون أو ممكن الحكي بينكم يكون أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية همشوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية أو كبداية بده يخليها تكون عفوية أكتر تبدأ بمنظور صداقة بعدين تنتهي إلى ارتباط أو تنتهي إلى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره أو مدى عمق مشاعره أنت ممكن أصلا ما تتوقع أو ما تفهم أو ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك بالنسبة لذا لوفرز تحكي عن سولميت وأيضا بتحكي عن اتخاذ قرار فبدنا نشوف لأنه هالطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تأخذوا أنتو كطاقة مشتركة بينكم بدنا نشوف إذا الأوراق رح تكون متناغمة مع بعض أو رح تكون متضاربة يعني بدنا نشوف إذا رح توصلوا لنفس الاستنتاج أو رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا أقليا فبدايات جديدة رح تكون بدايات جديدة بالحكي رح تكون ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب لأنه هاي فقط ترمز إلى الكمنيكيشن ترمز أيضا إلى اعترافات فأي إشي كان خبه بينكم رح تحكوا فيه أيضا The Star Wish رح تشاركوا لبعض أو رح تحكوا لبعض عن آمالكم بها العلاقة أو يعني العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار أو التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلا إلى أنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة فيها انتصار وفيها أيضا وشف وفلمينت أمنية تتحقق فأوراق كتير منيحة بسراحة أوكي حباي ببرج الجديد اتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح جوبكم في فيديو قادم شكرايب شكرايب